موسيقى موسيقى من حيكم أعزائي المشاهدين بحلقة جديدة من برنامجنا العزراء مريم ملكة السلام عاد الرب فكلم أحد قائلا سل نفسك آية من عند الرب إلهك سلها إما في العمك وإما في العلاء من فوق فقال أحاذ لا أسأل ولا أجرب الرب قال اسمعوا يا بيت داود أقليل عندكم أن تسئموا الناس حتى تسئموا إلهي أيضا فلذلك يؤتيكم السيد نفسه آية ها إن العزراء تحبل وتلد ابنا وتدعو اسمه عما نقيل يأكل زبدا وعسلا إلى أن يعرف أن يرزل الشر ويختار الخير أهلا وسهلا فيك دكتور غسام أنا بشكك سيدي شو قيمة هايد النبوءة؟ سيدي هايد من أهم نبوءات العدل قديم نعم وبتكمن أهميتها مش بس بالمضمون أكيد بمضمونها لأنه عم تحكي عن العم ما نقيل منو العم ما نقيل إلهنا معنا الله معنا برافو عليك عن يسوع المسيح المتجسد إلهنا معنا الله معنا هايد عم نحكي النبي أشعي عم نحكي يعني أكتر من خمسمائة سنة قبل المسيح الرب عم بيحكي عم بيسل نفسك آية لا أسأل ولا أجرب الرب ها إن العزراء الصبية تحبل وتلدر ابنا ويدعى اسمه أمان أعمان ويه اوكي إذا أصبح دي جاء أشعي يا سيدة مت ما بيعفو أحب بيئنا المشاهدين هو يعتبر بيقولوله الأباء والمفكرين بالكنيسة الإنجلي الخامس نعم لأنه قدم نصوصه حملت إذا بدك كتير نبوآت عن التجسد يعني عن ولادة المسيح يعني إذا تذكرين لأنه قد ولد لنا ولد أعطي لنا ابن صارت رئاسته على كتفي دعي اسمه مشيرا عجيبا إلها جبارا أبل أبدي لأنه أعرفتك كل هول النبوآت من التجسد من الميلاد لا الفيدي عبد يهوى المتألم من آمن يا ربي بمثل ولمن أعلنت زراع الرب فإنه ينبت كفرخ كجرسومة في أرض قاحلة لا صورة له ولا بهاء ولا ننظر إليه فنشتهه حاملة أسامنة يعني أشعية إذا بدك كالسيدة كان عم بيصور بتفاصيل كتير دقيقة إذا بدك أهم حدثين والحدثين إذا بدك بيختصروا كل حياة الرب يسوع تجسده وفيديقه كان عم بيختصرون بنبوآتهم عم بيحكي قبل 500 سنة عم بيحكي عنهم بتفاصيل دقيقة فمن الميلاد لعبد يهوى المتألم الذي سيخلص الشعب من خطايا سيمنح الأغنياء بموته ويجعل كل مرضات الله للناس كلها هيدا يسوع المسيح هو هالإعمان وإيه الإله هنا معنا أصبح قيمة هالنبوءة ترتبط مباشرة كل قيمة بهالقيمة لا متناهي أو إذا بدك بيحدث هو لا متناهي بعظمته لا متناهي بإيمته لا المألة التي لا تفهم التي تسمو الإدراك والوصف سيدي وتسمو كل مدارك العقول وتسمو إذا بدك حتى مدارك الملائكة بل الخليقة كلها هو سر التجسد نفسه لأنه عم نويل إلهنا صار معنا الكلمة صار جسدا وسكنا بيننا فرأينا مجده مجد وحيد من الآب يسوع بقول النصب خيمته بايناتنا سيدي ساكن باينا تنقول أنه هالنبوءة إيمتها بإيمة موضوعة موضوعة مين هو شخص الرب اللي رح يصير إنسان مثلنا ومثلنا ويشبهنا في كل شيء معظة الخطيئة معظة الخطيئة مشان هيك نحن سايدة إيمتها النبوءة روعت العهد القديم إذا بدك معنا كلها النبوءات معنا كل نصوصها لها القديم بتجد معناها الكامل إذا بدك والنهاية والنهاية بشخص يسوع المسيح اللي هو كمال الوحي وكمال الحقيقة نعم وكمال إرادة الله أصبح يسوع نفسه عب يكشف لنا اليوم بعد 2000 سنة بيتجسده بيبطئ قدي هذا النص اليوم حتى فلاب اللي حياتنا هل رح نقول بعدين بالزواج رح نخده قدي هالنص بيحكينا حتى اليوم ولكن قبل ما قولش بيحكينا مثل ما رح نحكي بعدين النص هيدا كان عم بيحضر إذا بدنا الأرضية الأساسية للعزراء مريم لهالأرض المقدس لهالفردوس الناطق اللي دايما نقول عنا الجنة المفتوحة بالشيك سيدي العذرة جنة مقفلة جنة الله فردوس الله اللي قبلته العزراء ستقبل في أحشائها عم نوئي الإلهنا معنا هإن العزراء تحبل والتلد إبنا أصبح الحبل الإله بده يتم ويتحقق من خلال العزراء مريم تيكون سبب وخلاصة البشرية كلها أصبح هذا هو إذا بدك الشخص الحدث الإمرأة الحدث يعني اليوم الإمرأة الحدث هي هي العزراء مريم هإن العزراء تحبل وتلد إبنا يسمى عم نوئي الإله نوعا العزراء تحبل والحدث الشخص هو يسوع المسيح نعم فعلى مثال يسوع كانت مريم كما هو الحدث أكيد بدرجات لا متناهل لأنه ما ننسى يسوع أبن الله هو الله الإبن نعم بدرجات ولكن على مستويها كمخلوقها العزراء كمان كانت الإمرأة الحدث ليه الإمرأة الحدث سيدة لأنه من العزراء مريم عبر الإبن الوحيد أخذها جسدا من جسدها أخذها دمان من دمان أخذ أخذ وجود بشري من وجودها إبل يرضى وارتدق أنه يتربى على إيدي من كل ما أعطاها عادة فأخذها منها ليكون إنسانا كاملا ويشابهنا في كل شيء مع هذا الخطيئ نعم كيف بيظهر وجه العزراء مريم بهذه النص العزراء مريم سيدة بهذه النص مثل ما قلنا بيقول هأن العزراء تحبى الوحيد على دمان بس بدي أكد بك شغلي وحده وبدك مشاهدين يفهمون العزراء منا بس ولدت الأبن وخلص مش مظبوط نعم وكتير من الإخوان المسيحيين اللي نحن بنشرقهم الإيمان أنه أنه العزراء يعني يعني بيعتبروا أنه العزراء مريم ولدت ابن هدك دورة ولدت يسوع وخلص نعم أبدا العزراء مريم طفوق دعوتها طفوق كونها والدة أكيد 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 الأولى المحطة الأولى والأساسية والأكتر أهمية هي الولادة أكيد لأنه من جسمه أخذ جسد ومن روح ومنه أخذ طبيعته البشرية أكيد ولكن كما قال هو بعدين سيدي رح نوصل لبقى واحدا من النصوص وقتا أجه تتذكر وقتا أجه أمه وأخته يعيطوله يقولوله يقولوله أمك وبيك أمك وإخويتك برا عم يسألوا عنك مظبوط تفت للتلميز قال لهم من هم أمي وأخوتي كل من يعملون كلمة يسمعون كلمة الله ويعملون بها هم أبي وأمي وأخوتي تتذكر مظبوط لكن ذات الشي هون لعزراء مريم استحقت لا بل كانت هي التلميذة الأولى والمصغية الأولى والمطيعة الأولى وتقول الأولى يعني الأكثر من الجميع كمان مش بس الأولى بالعدد والتي قبلت الكلمة بشكل كتير فريد وبينفتاح مطلق وكامل كما ولا خليقة قادرت ترتفع وترتقي مثل مرتقة مريم هي استطاعت مريم أن تكون إذا بدك هي الإمرأة الحدث نعم إيه الإمرأة الحدث فهون وجه العزراء مريم ما بيقفس إنها تحبل وتلد أكتر من هيك هي تحبل وتلد وهي تحمل تحمل وتقول تحمل مش بس البورت يعني هيك حامل بالمعنى المادي لا المعنى إذا بدك الروح المعنوي رائع يسوع للعالم يعني إنها تقدمه إنها تبشر به إن هي عم تبنيه هي عم تبني ملكوته كما الرسل وأكثر من الرسل هي سلطانة الرسل هي سلطانة المعلمين هي سلطانة التلاميذ نعم هي أم الكل وفوقهم كلهم واللي سبقتهم كلهم بكل شيء فدور العزراء مريم هنا لا يقتصر على الحبل والولادة إنما تذهب مريم إلى أن تحقق ملء أمومتها الإلهية تذهب إلى أن تحقق ملء أمومتها الإلهية ولأبعد الحدود بطاعتها لكلمة الله هذه كلمة الله اللي راح تولد فيها خصوبة إنسانية تفوق إذا بدك كل الخلائق بامتلاءة بالنعمة وبيه إذا بدك اتحادها بالكلمة الإلهية الكلمة الإلهية بجوهر الكلمة لا تكون مريم الخليقة الأولى والشفيع الأولى بملك وتأبنها مشان هيك سيدي منرجع منقول منو قصت حبله بس منو يسوع مش بس مرأ بقناة هيك أدسه ومرأ فيها وبس ولكن أكتر من هيك رفعه كخليقة وكأم لأله ويسوع عش ملأ إنسانيته مع العذرة تحلق فيها وحبه كأم لأله حبه 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 مثل ما كل ابن بحب أمه أكتر وهي حبته بكل أبعاد سايدة وفاقت حبه كل البشر لأنه تبهي يسوع ما كان بس ابنة كان ابنة وإلهة وربة وحبيبة وعريسة الإلهة تصوري كل هولي كان لأله يعني كان يسوع كل شيء يعني العذرة الوحيدة اللي فيها تقول أنت الكل ليه يمكن نحنا يمكن مار فرانسيس قاله ولكن أكيد كخليقة ضعيفة عسرت وضعفت عرف ضعف كل الإديسين نخطيه كلنا نخطئ العذراء مريم الوحيدة اللي كانت منتلئة من النعمة وما عرفت الخطيئة بحياتها بشان هي تسمو بكل شيء مش بس بالرتبة وبالنعمة ولكن أيضا بقابولها للنعمة وتفاعلها معا وقابلت أنه تكون هي إذا بدك الإناء المختار الذي يستطيع أن يحمل كل الله لكل البشر نعم الوحيدة التي تستطيع والتي استطاعت شو بقلنا النص اليوم؟ اليوم بقلنا سيدة نعم العذراء مريم سيدة بكنيستنا التيو توكوس التي الحاملة الإله فالعذراء مريم كما حملت الإله كما حملت يسوع للعالم وكنت عب قلت شو يعني حاملة مش بس حملته بأحشائة نعم الزوالة اليوم بتقلنا كمان نحن كشعب مسيحي كمؤمنين كمعمدين على مثال مريم أن نحمل يسوع للبشرية كلها أن نحمله بأقوالنا نحمله بأعمالنا نحمله بمجتمعنا نزرعه وين المطرح اللي يمكن اللي يمكن نحن منقول مستحيل نقدر نوصل لهونيك نترك المستحيل لقلله نحن نعمل الممكن العذراء مريم كتير بحي تعرضت لصعوبات سيدة وكتير مطرح وقتها كانت تصدم بشي حي ما فيها تعامله كانت تقول له لتكن مشيئتك كما يسوع كما يسوع اللي قال له في رأس المصح مكتوبا عني ها أنا زا أعمل جاءات اللي أعمل مشيئتك خلينا نحن اليوم الزوادة بتقلنا نعمل مشيئة الله تنكون نحاملين يسوع للعالم وعم نعيشه بأمينة ما يكون عم نحكي شي ونعمل شي تاني يكون في بعض من اللي عم نقوله وعم نفعله خلي حياتنا هلقات فيها من الكويراس من الارطيق ترابط من الوحدة تنعرف نشهد لإليه الأدحى بنا هو هو يسوع المسيح ابن العزراء مريم هو ابن الإيب السماوية له المجد للأبد أمين أمين بشكرك دكتور غسان على حضورك معنا وعلى المعلومات القيمة اللي فدتنا فيها أنا أريد أشكرك سيدة نبوءة آل عم نؤيل الله معنا هي من أعظم نصوص النبي أشعية المسيحانية تحكي عن المسيح المخلص الموعود منذ البدء وترمز إلى العزراء القديسة مريم التي منها ولد المسيح يسوع الذي يخلص شعبه من الخطايا وإلكم المشاهدين نعم بتوجه بشكر كتير كبير على أمل اللقاء بالحلقة الجاية الله معكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة